تفوق ليفربول لقبه الثاني هذا الموسم عندما اقتنص كأس الاتحاد الانجليزي بعد مباراة نهائية ماراثونية أمام تشيلسي وفي أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي اتجه الفريقان إلى ركلات الترقيح التي حسمت اللقاء لصالح الحمر وتفوق ليفربول في ركلات الترقيح بنتيجة ستة مقابل خمسة في المباراة التي شهدت خروج نجم هجوم الفريق محمد صلاح مصابا في الشوط الأول